عندك اختلاف بالخدين خد مخفوص وخد منفوخ الحل مع هالتمارين لاتسكو نتعرف عالتمارين يسعد اوقاتكم عيلتي الحلوة انا قد انسا واتمنى تكونوا بصحة وخير باول يوم من ايام رمضان اليوم رح نحكي عن نقطة كتير من الصبايا حب تخبروني بالتعليقات عن الاختلاف بين الخدين خد بتلاقيه مخفوص وخد بتلاقيه منفوخ السبب بذلك هو طريقة النوم فالبداية بتكون تصحيح طريقة النوم يعني اذا كنا نحنا من نام على هذا الخد اكيد رح يصير فيه خفته خسفة رح يكون ضامر اما هون رح يكون بشكل طبيعي فالحال انه نحنا نوازن بالنوم بين اليمين واليسار والاحسن النام على ظهرنا فهيك من نحمي الوجه من التجاعد اما التمارين فهي كتير سهلة اول تمرين رح نشتغل على الجهة اللي هي تعبانة ما الجهة الكويسة جهة تعبانة من نام علي كتير فاول تمرين رح يكون انه انا رح استخدم الليسار من الداخل بتمسيط المنطقة الداخلية اللي نفترض انه عندي هذه الجهة مالا مصبوطة تقريبا من كرر هذه الحركة عشرين ثانية فقط ما ضروري اكتر اما التمرين الثاني رح يكون انه انا رح افتح تمي على جنب بحيث انا عضلة الخط حركة لانه نحنا ما عم نستخدمها ما عم نخفزها فانا بدي حركة رح تكون بطريقة كتير بسيطة رح استخدم الليسان ايضا من الداخل هذه الحركة انه نحنا عم نجبرها للعضلة الخافزة انه نحنا نحركها وعملية الحركة انه عم نضغط العضلة نحو الخارج نطبق هذا التمرينين فقط يعني اول تمرين عشرين ثاني وهلأ التمرين الثاني عشرين ثاني التمرين الثاني اخدته على جزئين عشر ثواني لوحدة العضلة وعشر ثواني بنستخدم الليسان بيدفش هذه العضلة من الداخل لكن الحل الاساسي بيكمون انه نحنا نغير طريقة النوم السبب اللي قدته للخفزة بتمنى تكون هالمعلومات حبيتوها خبروني بالتعليقات وما تنسونا من كومنت حلو ولايك وشير محبتي وانظروني بالفيديو القادم اشتركوا في القناة